أخيراً وزارة الصناعة تصدر بياناً بعد صمت طوهيدة فعقب سلسلة الإشتماعات التي عقدتها لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لهذا الغرض بدراسة عشرة ملفات تقدم بها المتعاملون في استيراد سيارات منها تسعة ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد باستيراد درجات نارية حسب بيان لوزارة الصناعة وسيحصل المتعاملون الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوصة عليها في دفتر الشروط على اعتماداتهم المؤقتة ابتداء من يوم الأحد القادم السابع عشر جونفو 2021 وهو ما سيسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 2227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ومن جانبها قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالفصل في ملف واحد يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا تم إداعها على مستوى الوزارة وستتواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة للنشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات إلى غاية دراسة جميع الملفات المودع حيث قامت اللجنة القائمتان على هذين النظامين برفع وتيرة عملها لتعقد اجتماعات طيلة أيام الأسبوع وقد كذبت وزارة الصناعة كل مراجف وسائل التواصل الاجتماعي عن قائمة وكلا استراد سيارات التي تم تداولها على نطاق واسع الأسبوع الماضية